محطات في حياة ناجي الربيع وأهم أعمالها وأصعب تجربة في حياتها ولدت ناجي الربيع عام 1955 في الطائف السعودية كان لديها خمس أشقاء ذكور وكانت هي البنت الوحيدة كان والدها يعمل ضابط ويشجعها دائما على اهتمام بدراستها ظهرت موهباتها الفنية وهي طفلة في المدرسة في عمر الثانية عشر وقدمت دور جميل في إحدى المسرحيات التي شاهدتها وقتها الملك عفت زوجة الملك فيصل بعد أن تمت ناجي دراستها عملت بالإذاعة وكان لديها برنامج مميز تقدمه كل يوم أربعاء مساء عاشت ناجي فترة من عمرها لعدة سنوات في الولايات المتحدة الأمريكية درست فيها الإعلام والإخراج وقدمت بعض الأعمال الفنية للجالية العربية هناك شاركت ناجي في الكثير من الأعمال الفنية في مصر وأجاتت ببراع اللهجة المصرية وذلك في الفترة من عام 1993 وحتى عام 2011 كما عاشت فترة من حياتها في الكويت من عام 1987 حتى عام 1990 وشاركت هناك في أعمال فنية كمساعد مخرج تزوجت ناجي رباية أكثر من مرة ولديها ولد هو ماجد وبنت هي بوتول ولكنها قالت أنها لم تشجعهم على العمل بالفن لأنها عانت كثيرا في مسيرتها الفنية ذكرت ناجي أن من أصعب ما مرت به في حياتها هو تجربتين الزواج في سن مبكر حيث أنها زواجها الأول استمر فقط شهرين وأثمر عن ابنتها بوتول أما زواجها الثاني في سن مبكر أيضا لمدة عشر أشهر فقط وأثمر عن ابنها ماجد من أشهر أعمال ناجي الربيع مسلسل طاش مطاش في عدة أجزاء منه مسلسل شؤون عائلية عام 1999 مسلسل بو مرزوق عام 1992 ولها سهرات تلفزيونية مميزة في مصر مثل شكرا للظروف عام 1991 اعترافات ليلية عام 1998 ومسلسل حكايات مستر أيوب ومسزانيات عام 1996 ومسلسل فارس بلاجواد عام 2002